تنطلق اليوم فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي يصطدفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 49 من القادة الأفريقى وتخصص القمة يومها الأول عقد منتدى القادة الشباب الأفريقى والمهجرة حيث يرفع المنتدى مشاركة المغتربين لتعزيز الحوار بين الشباب الأفريقي وقادة المهجرة بينما يخصص اليوم الثاني لعقد جلسة منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي والذي يتصدفه وزارة التجارة وغرفة التجارة الأمريكيتان ومجلس الشركات في أفريقيا ويعقد القادة في اليوم السالث لاجتماعات والفعاليات الحكومية لوفود الدول الأفريقية